اهلا بكم الى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين برعاية سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الدفاع القوة البحرية الاميرية تحتفل بوصول فئة جديدة من القطع البحرية الاقتصاد المحلي يسجل نموا سنويا بلغ اكثر من 6% خلال الربع الثاني من العام الجاري دولة قطر تستقطب اكثر من 875 الف زائر في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي واللجنة العليا للمشاريع والارث تدعو المشجعين القادمين لحضور فعاليات كأس العالم الى التعرف على سياسة السفار والعودة الى قطر مرحبا بكم بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني امير البلاد المفدة برقية تهنئتين الى فخامة الرئيس الدكتور موغويتسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده تسلم فخامة الرئيس خسام ريا نيفاس رئيس جمهورية الرأس الاخضر اوراق اعتماد سعدة سيد سعد بن علي المهندي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر غير مقيم لدى جمهورية الرأس الاخضر ونقل سعدة سفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني امير البلاد المفدة الى فخامة رئيس جمهورية الرأس الاخضر وتمنية سموه لفخامته بمنفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية الرأس الاخضر بدوام التقدم والازدهار من جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية الرأس الاخضر سعدة السفير تحياته الى حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدة متمنيا لسموه منفور الصحة والسعادة ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب الأمير برقية تهنئتين إلى فخمة الرئيس الدكتور موغوتي إريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتوانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده كما بعث معل الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئتين إلى فخمة الرئيس الدكتور موغوتي إريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتوانا وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده احتفلت القوات البحرية الأميرية بوصول فئة جديدة من القطع البحرية سفن الأبرار والتي تم تصنيعها من قبل شركة الأناضول التركية لبناء السفن أقيم الحفل برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وحضور سعادة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة وخلال الحفل تم عرض مقطع مرئي يجسد مراحل إنجاز المشروع ومراحل التدريب العملي كما قام سعادة رئيس الأركان في ختام الحفل بزيارة سفن الأبرار حضر الحفل عدد من كبار القادة ضباط القوات المسلحة وعدد من موثلي شركة الأناضول التركية لبناء السفن وممثلون عن شركة برزان القابضة استعرض الدكتور محمد نويم الهاجري المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي أبرز قرارات مجلس الوزراء لشهر سبتمبر ذات الصلة بمختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والتنظمية وقد نوها في تصريح خاص لتلفزيون قطر بحرص الدولة على المضي قدما في جميع مشاريعها طبعا هناك العديد من القرارات والمشاريع التي تمت خلال اجتماعات مجلس الوزراء لشهر سبتمبر وفي مقدمتها تتشين معا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للنسخة المحدثة من شعار الدولة طبعا الهدف من ذلك هو توحيد الهوية البصرية وهنا نحن اليوم أصبحنا نرى ثمار هذا التتشين في وزرات ومؤسسات الدولة التي بدأت بالفعل في استخدام شعار الدولة في مراسلاتها ومواقعها الإلكترونية نشير أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر على مشروع القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وأهمية هذا المشروع تكمن في تنظيم عمليات هذا القطاع الحيوي ليكمل بدوره الجانب التنموي الهام الذي تشهده الدولة أيضا نبقى في إطار المشاريع فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانوني السلطة القضائية والنيابة العامة وهذه خطوة أخرى تتماشى مع التطلعات العامة التي يفرضها التطور الحاصل في المسار التنموي الوطني هذا وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي إن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يتابع بشكل مباشر لاستعدادات لكأس العالم مؤكدا لاستعداد دولة قطر الكامل لصدفة نسخة مميزة من المونديال الحمد لله دولة قطر جاهزة على كافة المستويات لتنظيم نسخة مميزة لبطولة كأس العالم ونلاحظ أن ملف استعداد دولة قطر لمونديال 20-22 يعتبر من الملفات الثابتة في كل اجتماعات المجلس الاسبوعية وهذا يؤكد طبعا مرة أخرى أهمية هذا الحدث لقطر وللمنطقة من حولنا فقطر إن شاء الله جاهزة للترحيب بشعوب العالم على أرضها وهناك متابعة مستمرة يحظى بها هذا الملف بشكل يومي من قبل حكومة دولة قطر على مختلف الأصعدة والتي ترجمت من خلال الزيارات التفقدية المستمرة التي قام بها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمتابعة كافة التحضيرات النهائية والتي شاملت العديد من المرافق الحيوية ووضع كافة التسهيلات أمام الجميع لتقديم نسخة إن شاء الله فريدة من هذا المونديال طبعا نؤكد مرة أخرى أن هذا الحدث ليس رياضيا فحس وإنما هو إرث لقطر ولمنطقة العربية وفي سؤال لتلفزيون قطر حول مدى التقدم الذي تحققه اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية التنموية الوطنية الثالثة فقد أكد المتحدث الرسمي أن أعمال اللجنة تسير على النحو المطلوب مستعرضا الخطوط العريضة لسير التخطيط للاستراتيجية الثالثة والآليات المعتمدة في ذلك كل التحضيرات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تسير بالشكل المطلوب ووفق ما خطط له فكما نعلم خلال الأيام القليلة الماضية عقد الاجتماع الرابع لللجنة العليا لإعداد هذه الاستراتيجية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طبعا التوجيهات كانت واضحة في هذا الشأن وهي التأكيد على تحديد الأولويات الاستراتيجية الوطنية ووضع الحلول المناسبة لتحقيقها مع الأخذ في عين الاعتبار كافة التحديات الاقتصادية القائمة على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي ولله الحمد كل الاجتماعات الآن تسير وفق آلية تقييم نتائج الاستراتيجية الثالثة التي تنتهي مع نهاية هذا العام وأيضا وفق آلية التخطيط لرؤية قطر الوطنية عشرين ثلاثين فنحن أمام مرتكزات ثلاثة لإعداد الاستراتيجية الثالثة أولها المشاركة الفعالة لكافة الجهات والقطاعات العامة والخاصة في الدولة ثم تأتي بعد ذلك المشاركة من خلال هيكل ما يعرف اليوم بالحوكمة الذي اعتمدته اللجنة العليا في عمليات التخطيط بمراحلها المختلفة وثالثا هو الحرص على أن تعكس نتائج هذه الجهود المشتركة التطلعات والأولويات التنموية لدولة قطر شاركت سعدة الشيخة هند بنت حمد الثاني نائب رئيس مجلس الإدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الرئيس التنفيذي للمؤسسة شاركت سعدتها في الحملة الوطنية المستمرة للتبرع بالدم قطر بدمنا والتي تنظمها مؤسسة حمد الطبية تزامنا مع إطلاق أسبوع الدوحة للرعاية الصحية الذي يصطدفه مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش وتنعقد فعالية أسبوع الدوحة للرعاية الصحية بالتعاون مع عدد من الشراكاء المحليين والدوليين وتهدف إلى إشراك المجتمع المحلي وتوفير مجموعة متنوعة من عروض الصحة والرفاه المناسبة للأفراد من جميع الأعمار نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل في اليوم العالمي للترجمة دولة قطر تبدي اهتماما مميزا بترجمة كواحدة من جسور الحوار والتقارب بين الشعوب أنا منكم أحلامي وطموحاتي تشبهكم كلنا عندنا أفكار ومشاريع نحلم نحققها وكلنا عندنا هواجس وتحديات لازم نواجهها نحن نسوان قوتنا بيمعتنا تابعونا في برنامج نوم اهلا بكم من جديد تحتفل المجموعة الدولية في الثلاثين من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للترجمة والذي يهدف إلى الاهتمام بالمترجمين وتعزيز التواصل بين الثقافات ومن هذا المنطلق كانت دولة قطر سباقة إلى الاهتمام بالترجمة انسجاما مع سياساتها وتوجهاتها الهادفة إلى الحوار والتقارب بين الشعوب حيث انشأت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي قبل اقرار الجمعية العامة للاحتفال بيوم الترجمة في الرابع والعشرين من مايو عام 2017 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يحدد الثلاثين سبتمبر يوما عالميا للترجمة إدراكا منها لدور الترجمة الاحترافية في الربط بين الأمم قبل ذلك بسنتين كانت قد تأسست في قطر جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي التي تسعى إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصل الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوب ومكافأة التميز وتشجيع الإبداع وترسيخ القيم السامية وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح كما تطمح الجائزة إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار ونشر ثقافة العربية والإسلامية وتنمية التفاهم الدولي هذا الاهتمام القطري بالترجمة والتقارب بين الشعوب والثقافات ترجمه كذلك إنشاء معهد دراسات الترجمة عام 2012 الذي أصبح جزءا من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة في عام 2016 يهدف المعهد منو إنشائه إلى تطوير قدرات الترجمة في دولة قطر والمنطقة وهو ينظم مؤتمرا سنويا للترجمة تقرر منو العام الماضي تنظيمه كل سنتين لإعطاء المزيد من الوقت للأبحاث وإذراء النقاشات التي تطرح في كل دورة وجه آخر للاهتمام بالترجمة يجسده معرض الدوحة الدولي للكتاب من خلال الحيز المخصص للكتب المترجمة ومن خلال الندوات التي تعقد طيلة أيام المعرض كما أن المكتبة الترازية بمكتبة قطر الوطنية التي أنشئت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي تعد دليلا آخر على اهتمام دولة قطر بالترجمة وإسهامها في إذراء ذقافات الشعوب تحتوي المكتبة على ترجمات لاتينية لبعض الكتب العربية القديمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر الميلادي حينما بدأت الطباعة بظهور في أوروبا وتعد هذه الكتب من أندر وأزمن المواد في المكتبة الترازية والآن إلى الجولة الاقتصادية اجتمع سعدة السيد جاسم بن سيف لسليطي وزير المواصلات على همش مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو اجتمع سعدته مع معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية وبحث لاجتماع أوجه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواصلات والطيران المدني كما اجتمع سعدته مع سعدة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية واجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني ومختلف أنشطة النقل الجوي سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا سنويا في الأسعار الثابتة بلغت نسبته 16.13% خلال الربع الثاني من العام الحالي وظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن النتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل حوالي 171.970.000.000 ريال مقابل 161.710.000.000 ريال تم تحقيقها في الربع الثاني من العام الماضي في المقابل كشفت البيانات أن النتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قفز 40.17% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 219.000.000 ريال كشفت وزارة المواصلات عن بدء العمل على تطوير الاستراتيجية الشاملة لتنظيم المركبات ذاتية القيادة في دولة قطر وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الخطوة تعزز رؤية وزارة المواصلات في الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الناشئة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة في مجال النقل العام كما تساهم في تحسين قدرة الأفراد على التنقل وزيادة كفاءة خدمات النقل في الدولة من خلال تطوير شبكات نقل مستدامة بيئيا قام سعدة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي لسبيعي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الريل قام سعدته بزيارة مركز عمليات الأمن السيبراني التابع للشركة وذلك بحضور ممثلين من شركة الريل والمركز وأكدت شركة سكك الحديد القطرية الريل أن مركز عمليات الأمن السيبراني التابع للشركة يشكل إضافة هامة ونوعية من شأنها تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في الشركة ومختلف مشروعاتها مشيرة إلى أن المركز يعد أحد معايير الامتثال لمتطلبات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في فقطر 2022 بلغ عدد زوار قطر أكثر من 875 ألف زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حيث أخذت تدفقات الزوار منحنا تصاعديا نتيجة انتعاش حركة طيران بعد جائحة كورونا وكشفت بيانات مصر في قطر المركزي ارتفاع إرادات دولة قطر من السياحة بنسبة قاربت 34% على أساس سنوي إلى مستوى 4 مليارات و470 مليون ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 مقارنة مع مستوى بلغ 3 مليارات و340 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي والآن إلى جولة مع أبرز وأهم الأخبار العربية والدولية في التقرير التالي صدور نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي وإشادة من سمو أمير دولة الكويت بالمشاركة الفاعلة في الاقتراع الذي شهدته البلاد أمس النتائج النهائية وأسماء الفائزين كانت أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة مواطنين من مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمال الخليل وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء من مدينة الخليل وفي وقت متأخر ليلة الخميس أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل مقتلوا 19 شخصا وإصابة 27 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا بالعاصمة الأفغانية التفجير هو الأحدث في سلسلة أعمال عنف تشهدها البلاد دويه إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في عاصمة بوركينا فاسو أعقبته تحركات لعسكريين على الطرق الرئيسية وانقطاع لبث التلفزيون الرسمي والإذاعة بوركينا فاسو شهدت في يناير الماضي انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس كما تم حل الحكومة والبرلمان وعلق العمل بالدستور وأغلقت الحدود الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الاستفتاءات التي شملت أقاليم موالية لروسيا في أوكرانيا جاء ذلك خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ الإعصار أيان يشق مسارا مدمرا عبر فلوريدة ويتسبب في قطع التيار الكهربائي عن مليونين ونصف المليون شخص السلطات قالت إن إعصار أيان قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدة في أخبار كأس العالم كشف سيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم في فقطر 2020 عن أن العائدات الاقتصادية المنتظرة تحصل عليها دولة قطر من تنظيم المونديال ستصل إلى 17 مليار دولار وقال الخاطر في تصريح لها إن قطر ستجني عائدات أثناء البطولة وبعدها منها زيادة عدد السائحين وهو من أهم المعايير التي وضعت لدراسة العائد المادي مبينا أن المونديال سيتابعهما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات نسمة حول العالم ما يعزز أن تكون قطر وجهة سياحية عقب البطولة وبشأن التذاكر أوضح الخاطر أن هناك إقبالا كبيرا عليها حيث إن عدد التذاكر هو ثلاثة ملايين ومئة ألف تذكرة بينما تقدم لشرائها أكثر من ثمانين مليونا وستظل حوالي خمسة وثلاثين في المئة من التذاكر متاحة على مدار البطولة تواصلت الفعاليات الترويجية لبطولة كأس العالم في فقطر 2022 التي تنظمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث أقيمت فعاليات وأنشطة ترويجية ترفيهية في المجمعات التجارية وذلك في إطار الخطط الترويجية التي تسبق إقامة أول بطولة كأس عالم والتي من خلالها يجري التعريف بمختلف معالم وثقافة وإرث دولة قطر وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة الرياضية وترفيهية في ظل مشاركة الجماهير الكبيرة الحاضرة التي تفاعلت مع الألعاب الاستعاضية المختلفة خصوصا المتضمنة مهارات فنون كرة القدم كما أقيمت مسابقات متنوعة في استعراض المهارات الكوروية المختلفة إضافة إلى مسابقات الألعاب الإلكترونية على صعيد آخر دعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مشجعي كرة القدم القديمين إلى الدوحة لحضور فعاليات كأس العالم في فقطر 2022 إلى التعرف على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر الخاصة بكورونا وعلى ضوء الإجراءات الجديدة المعلنة من وزارة الصحة العامة سيتعين على زوار قطر من حميل بطاقة هيئة سواء الحاصلين على اللقاح أو غير المحصنين سيتعين عليهم لالتزام خلال فترة البطولة بعدد من التدابير التي تشمل تقديم شهادة بسلبية فحص PCR للكشف عن كوفيد-19 إلى موظفي شركة الطيران في مطار المغادرة يسبق موعد الرحلة بمدة لا تزيد عن 48 ساعة أو شهادة رسمية تفيد بإجراء نتيجة سلبية للفحص السريع رابت أنتيجين قبل موعد السفر بـ 24 ساعة كحد أقصى علما أنه لن يقع اعتماد نتيجة الاختبار المنزلي وسيستثنى من إجراء اختبار كورونا الأطفال دون ست سنوات هذا وقد أعلنت اللجنة المختصة بتسير أمور خطة إغلاق شارع الكورنيش عن تفعيل خطة إدارة حركة المركبات ذات لوحات النقل العام والخاص بشكل دوري كل يوم جمعة وقد انطلق تنفيذ هذه الخطة ابتداء من اليوم على الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء وذلك بتحويل حركة المركبات بعيدا عن وسط الدوحة هذا وستتم دراسة تفعيل الخطة بشكل كامل يوميا ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل بالتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في فا قطر 2022 يقام اليوم على مضمار سان كلو بالعاصمة الفرنسية باريس السباق الثاني ضمن جائزة قطر قوس النصر بمشاركة الجياد القطرية في شوطين من الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات لمسافة ألفين متر للمهرات والأمهر وقد انطلقت في باريس أولى فعاليات سباق جائزة قطر قوس النصر برعاية نادي السباق والفروسية وذلك بإقامة المزاد السنوي المخصص للخيل العربية الأصيلة في قاعة أركانا والذي يحقق نسبة مبيعات كبيرة كل عام نظرا لجودة الجياد المعروضة وتشهد النسخة الحالية من سباق جائزة قطر قوس النصر تنسيقا بين نادي السباق والفروسية والجهات القطرية المختصة لتوزيع كتيبات عن مونديال الفين والثين وعشرين للتعريف بجاهزية قطر لصدافة الحدث الذي يقام لأول مرة في المنطقة تواصلت منافسات السباق المحلي الثاني للهجن العربية الأصيلة الذي تنظمه لجنة سباق الهجن بالشحانية بإقامة أشواط الثنايا أشواط عامة لمسافة خمسة كيلو مترات وفي أبرز نتائج اليوم السادس تمكنت الضبي ملك هجن المرقاب من الفوز بلقب الشوط الأول الرئيسي للإجذاع بكار مفتوح تاركة مركز الوصافة لمحبة ملك هجن الشحانية فيما كان المركز الثالث من نصيب شخصية ملك هجن الشحانية كما توجى هاجس ملك هجن الشحانية بلقب الشوط الأول الرئيسي للإجذاع قعدان مفتوح متقدما على أوراد ملك هجن الشحانية فيما جاء نبراس ملك هجن المرقاب في المركز الثالث وفي ختم النشرة نذكر بالعناوين برعاية سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الدفاع القوات البحرية الأميرية تحتفل بوصول فئة جديدة من القطع البحرية الاقتصاد المحلي يسجل نموا سنويا بلغ أكثر من 6% خلال الربع الثاني من العام الحالي دولة قطر تستقطب أكثر من 875 ألف زائر في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي واللجنة العليا للمشاريع والإرث تدعو المشجعين القادمين لحضور فعاليات كأس العالم قطر 2022 إلى التعرف على سياسة السفر والعودة إلى قطر يمكنكم متابعة تربة الحيلة تلفزيون قدر على الموقع الإلكتروني qtv.qa شكرا لحسن المتابع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة